ده موضوع ده ده ما بين حلال وحرام هنا نعم واعلم أنه لا إله إلا الله يبقى لازم تعلم وإلا هنا بقى في مشكلة في جهل الجهل هنا إن كان بسيطا أغدال حضرتك والجهل البسيط نتيجة عدم العلم عدم العلم قد يأتي أولا لنقص المعلومة لكن أيضا قد يقع الجهل بسبب تعارض الأدلة وده مهم للناس اللي بتجادل كتير في وسائل الإعلام بالذات واللي بيكتبوا كتير في الصحافة يعني قد يكون متعلم يا أولانا ونفس الوقت جاهل هي النقطة بقى اللي احنا نعرف ليه بقى قد يقع هذا الجهل ليس بسبب نقص المعلومات فقط ولا نقص المنهجية العلمية لأن العلم منهج حتى العلماء الأوروبيين بيكلموا عن العلم فبقولوا العلم هو إيه هو الدراسة المنتظمة المستندة إلى منهج موضوعي واضح الدراسة المنتظمة المستندة على منهج علمي واضح منهج موضوعي واضح أو يتوقف بين الواقع وبين الحكم ودي قضية أخرى أيضا الجهل ده طبعا بيعالج بالتعلم الجهل المركب ده الداء العضال مرض مزمن لأنه مشكلته أنه يعتقد أنه يعلم فيمتنى عن التعلم إلا أن يدركه بالله سبحانه وتعالى بعنايته يفتح عليه آه لأنه يدركه بعنايته وأنه يدرك أنه هو مش عارف ودي مشكلة داس كتير فاهم أنه عالم ويجادل على اساس أنه عالم وفاهم فبتبقى مشكلة ده الجهل المركب ده داء عضال ويجادل ليه لأنه قافل على نفسه أنه وفاهم أنه عالم ده داء عضال طيب الجهود نتيجة إيه الجهود الاستكبار العناد العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ليه هو عارف إن ده الحق بس جهود قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هو عام ده حق بس بياج حد ودي مشكلة قد تؤدي إلى الكفر بل إن أساس الكفر هو الجهود لأن إبليس كان عارف الحق لكن أسجده لمن خلقت طينا أنا أحسن منه يا دي المشكلة وفي غاية الخطورة هرقل لما جاله خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام سأل ممكن الجهود ده يكون مش بسبب الاستكبار كمان يكون بسبب زوال الدنيا خايف من زوال الدنيا بالنسبة هرقل هرقل عظيم الروم فلما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولولي هو من أشراف الناس أم من أوسطهم أم من يعني أقلهم قالوا من أواصط الناس قال هكذا الأنبياء قال متبعيه دول أخبارهم إيه من الأغنياء ولا المتوسطين ولا الفقراء إلى أخيره قال أم الفقراء قال هكذا حال الأنبياء الدعوة فضل يسأل أسئله قال والله هذا هو الذي نازل على عيسى وإني آمنت به وأرسل إلى الرهبان فجم فقال لهم الكلام اللي هو أنا عرفته أنه ده نبي حق وهو ده اللي بشر به المسيح وقال بمستيقن ده مستيقن واستيقنتها أنفسهم نعم فقام قالوله انصرفوا من عنده وغضبوا وانصرفوا فقال أرسل إليهم خاف من زوال الدنيا عنه قال أردت أن أختبركم رجع في كلامه وشكرهم وقال لهم كويس أنتوا كويسين أنا أردت أن أختبركم ورجع في كلامه خوفا من زوال الدنيا يبقى ممكن الجحود بسبب الاستكبار بسبب خوف وزوال الدنيا أو بسبب الطمع في الدنيا وفي الرئاسة عاوز رئاسة يجحد الحق عاوز يمسك مثلا يسيطر يريد مثلا يتولى كذا كذا قوم إيه يجحد الحق أو مثلا الاستخفاف بما عظم الله ولذلك تجد مثلا كثير من الناس في عملهم يقوم ده مثلا إيه يزيح واحد أو كذا أو يظلم واحد أو يجدب على زميله في المعمل لكي يتولى مكانه واخدار حضرتك دي أمراض أمراض اجتماعية بنشوفها أمراض اجتماعية بنشوفها في حياتنا في الوظائف العامة في المناصر في سلوكياتنا اليومية في سلوكياتنا اليومية إزاي إنه ممكن واحد يجحد الحق عشان عاوز يصل أو حب الدنيا أو كذا أو كذا ولذلك إيه حب الدنيا رأسه كل خطيئة في الحديث أيضا من الأسباب دي الاستخفاف بما عظم الله زي الاستخفاف بالشريعة والأحكام الاستخفاف بعلوم الدين وعلوم الشريعة الاستخفاف بكل شيء ربنا عظمه يجي سبحانه وتعالى يقول إن أهل القرآن أهل الله وخاصته فلما تيجي أنت تتحقر هؤلاء لما تيجي تتحقر أهل الله يجي واحد مثلا كاتب آه ممكن فيه فرق بين النقد البناء والنقد الهدام أو ده مش نقد أو النقد والنقد النقد فيجي مثلا يجيب لك مثلا يتكلم عن أولياء الله بصورة تهدموا الدين أصلا يريدوا أن يصل من خلال هذا أن يهدم الرمز الذي يعتقد فيه الناس هو ده رمز للصلاح رمز للتقوى في الدين فيريد أن يهدمه فيصور التصور على إن ده في كذا وفي كذا وفي كذا وهكذا هنقف من لاحظة